لا يستقيم عيش كريم بدون أمن ولا يستقيم دين مستقيم بدون أمن الله سبحانه وتعالى قرر هذه القاعدة مرارا وتكرارا في كتابه العزيز والنبي صلى الله عليه وسلم بيّنها بأقواله وأفعاله وتقريراته وإشاراته الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام الله تعالى يقول وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر استمعين الكرام حاجة الإنسان إلى الأمن ليست أقل من حاجته إلى الطعام والشرب والله سبحانه وتعالى في الآية الأولى ربط الأمن بالعبادة على لسان إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام يقول اجعل يا رب هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام فقبل أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسر له سبل العبادة والتوحيد الخالص سأل الله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا وقبل أن يطلب من الله تعالى الرزق الوفير والعيش الكريم سأل الله تعالى أن يكون هذا البلد آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وقال رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام هاتان الآيتان مستمعين الكرام ينبغي أن نقف عندهما وأن نتأملهما جيدا حتى نعلم مقدار حاجة البشرية مقدار حاجتنا نحن المغاربة إلى أن نعيش في أمن إلى أن نستشعر الأمن من حولنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك هو سيد النبيين وسيد ولد آدم كذلك أرشد إلى هذا وبينه مرارا وتكرارا سواء في دعائه سواء في تصرفاته كرئيس دولة سواء في أقواله وتقريراته كنبي من أنبياء الله والقرآن الكريم امتنى على قريش بالأمن بل قبل الله تعالى قبل أن يأمرهم بعبادته وباتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان القوات يقول لهم يا قريش قد أنعمت عليكم بنعمة الأمن أنعمت عليكم بنعمة عظيمة وإن تعدوا النعمة الله لا تحصوها فقال تعالى لإيلاث قريش إيلاثهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قبل أن يأمرهم بالعبادة فليعبدوا رب هذا البيت ذكرهم بنعمته عليهم وهي الأمن فكأن الله تعالى يريد أن يقول في هذه الصورة إني قد وفرت لكم ظروف العبادة أولا بعد ذلك أمرتكم بالعبادة إذ لا يمكنني أن آمركم بعبادتي وأنتم لستم آمنين في أوطانكم وفي دوركم بل من الصحابة من كان يرى بأن صورة الفيل وصورة إيلاث قريش صورة واحدة وعمر رضي الله عنه كان يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول لإيلاث قريش إيلاثهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صورة واحدة أو كأنها صورة واحدة لأن لا يمكننا أن نفهم صورة لإيلاث قريش إلا إذا ربطناها بالصورة التي قبلها وهي صورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أصحاب الفيل قصتهم معروفة مستمعين الكرام أبره أراد أن يدمر الكعبة أراد أن يهدد استقرار قريش الساكنة فالله سبحانه وتعالى تصدى لهذا ورباه وربى كل من سولت له نفسه أن يأتي ليهدد استقرار مكة ولماذا فعل الله هذا كله؟ لماذا الله تعالى انتقم من هذا وجعل هذا الحرم آمنا؟ لماذا؟ لإيلافهم أو لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف حتى يألفوا وحتى يعتادوا على هذه الرحلات التي تضمن لهم ازدهاراً اقتصادياً التي تضمن لهم مالاً وثيراً وتجارة آمنة فتأملوا لهذا التسلسل التاريخي للأحداث وكذلك هذا التصوير القرآني العجيب وهذا أيضاً ينبهنا إلى ضرورة قراءة الصور والآيات والوقوف على المعنى في مقاربة تاريخية وكذلك لا بد أن نتتبع أسباب النزول وحتى الترتيب القرآني فالترتيب القرآني ليس عشوائياً بل هو كذلك وحي نجد صورة الفيل بعدها صورة قريش ونجد أن صورة قريش بدأت بلإيلاف قريش اللامو لامو الأجل لامو التعليل مرتبطة بماذا؟ بما قبلها فجعلهم كعصف مأكول هدوك الأعداء ضمرهم الله تعالى من أجل ماذا؟ من أجل إيلاف أهل قريش رحلة الشتاء والصيف لهو الرزق لهو الاقتصاد لهو التجارة لهو الأمن بعد ذلك جاء الله تعالى ويقول لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم يو أنا راه يأتلكم ظروف العبادة هدك شي اللي خصني نديره أنا راه درته بقاهير هدك شي اللي خصكم نديره أنتم ما ما بقى عندكم حتى شي عذر أنكم تتبعوا هدو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألو ترى بمستمعين الكرة؟ ألم تروا بأن الأمن ضرورته فوق كل ضرورة؟ ما يمكنش نتكلموا على الاقتصاد إلى مكان أمن؟ ما يمكنش نتكلموا على استقرار دولة وسيادة مؤسسات دولها إلا باستتباب الأمن ما يمكنش نتكلموا على دين على عبادة إلا بتهيئ ظروف أمنية مهمة جدا جدا لسائر المغاربة من هنا مستمعين الكرام نقول بأنه إذا عمل أمن البلاد وألقى بظله على الناس أمن الناس على دينهم؟ أمن الناس على أوطانهم؟ أمن الناس على أنفسهم؟ أمن الناس على عقولهم؟ أمن الناس على أعراضهم؟ أمن الناس على محارمهم؟ لو كتب الله الأمن على أهل بلد من البلدان هذا يدل على أن الله تعالى أراد بهم خيراً هذا يدل على أن الله تعالى يحبهم وأراد منهم أن يعبدوه أراد منهم أن يشكروا نعمه ففي رحاب الأمن وفي ظله تعم الطمأنينة النفوس ويسودها الهدوء تعمها السعادة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها يعني كأن الله تعالى هيئلك ظروف الراحة هيئلك ظروف السعادة ومن باب مستمعين الكرام من لم يشكر الناس لم يشكر الله وهذا الحديث صحيح رواه الترمذي وهي قاعدة قوية ينبغي أن نلتزمها مستمعين الكرام في كل مجالات تعاملاتنا من لم يشكر الله أو من لم يشكر الناس لم يشكر الله وفي رواية أخرى لهذا الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس يمكننا أن نقول مستمعينا الكرام بعد أن رأينا تفكيك هذه الخلية الإرهابية اللي كانت في تطوان أمس أو صباح يوم الجمعة واللي المكتب المركزي للأبحاث القضائية البيسيج طبعا على ضوء معلومات استخباراتية وفرضها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم تمكنت هذه المديرية من تفكيك خلية إرهابية تتضمن ثلاثة أشخاص أحدهم تربطه صلة عائلية وأسرية ببعض المقاتلين في صفوف التنظيم المعروف بداعش الحمد لله رب العالمين هذه المديرية استطعت أنها تحقق الأمن ونا قبل قليل نحاول نسترجع هذا العدد الخلايا اللي فككتها المديرية تلقى بأنه من 2003 حتى 2020 تفكيك 200 خلية إرهابية وعملية انتحارية أو إرهابية 200 أي بمعدل عملية إرهابية أو خلية إرهابية دفكك كل شهر رقم خيالي رقم خيالي حقيقة يخلينا نطرحوا واحد سؤال واش هاد الناس رجال الأمن اللي يخدامين تقريبا في كل شهر تفككو خلية واش مكيستحقوش منها أننا نشكرهم مدير مديرية الأمن والمراقبة التطرب الوطني والأمن الوطني سعب ضلطف الحموشي جزاه الله خيرا وكذلك الرجال اللي يخدمه تحتمنه طبعا بتوجيه من صاحب الجلالة نصره الله تعالى وأيده اللي كان شكره شكر جزيل على هذا العمل المتفاني على هذا العمل الجبار هذا العمل اللي ممكنش نهائي أننا نبخسوه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبخسوا الناس شياءهم من لم يشكر الناس لم يشكر الله رحنا نبغينا نقول الحمد لله على نعمة الأمن وفي كل صباح سنتذكرها النعمة اللي هي حاجتنا إليها فوق كل حاجة القرآن الكريم يشهد السنة النبوية تشهد يعني حتى العلوم الإنسانية الآن تشهد بأنه لي ممكننا أن نتحدث عن رقي عن حضارة عن إنسانية إلا إلا كان هناك واحد العمود عظيم قوي وقف البلاد اسميته الأمن فجزا الله خيرا السعب دلطف الحموشي وجزا الله خيرا رجال الأمن ونشكر صاحب الجلالة نصره الله على هذا الاختيار الموفق لهذا الرجال نشكر صاحب الجلالة على هذا الصهر القوي المتين على هذا البلاد جزاكم الله خيرا ونفع بكم البلاد والعباد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة